مثل ما نعلم مدينة منبج ما زالت إلى هذه اللحظة وخاصة في الآونة الأخيرة طبعا تتعرض للتهديدات التركية من كافة الجوانب وأيضا مناطق شمال والشرق سوريا طبعا في هذه الأثناء دائما سوف يكون هناك أعمال إجرامية لخلق حالة من الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار فبالأمس طبعا تم تفجير لهم على الطريق المؤدي إلى دوار الشهداء طبعا استهدف عائلة مكونة من سبعة أشخاص وراحى نتيجة هذا العمل الإجرامي طبعا أربعة ضحايا امرأتان وطفلان وأصيب ثلاثة آخرين بجروح بالتأكيد لا أي من الأطراف أو الجهات لا تريد أن تكون هذه المنطقة آمنة ومستقرة لذلك دائما يريدون العبث بأمن واستقرار الأهالي في مدينة منبج لذلك يجب على أهالينا أخذ الحيطة والحذر من هذه الأعمال الإجرامية وفي حالات الاشتباه بالتأكيد يجب أن يتم إعلام الجهات الأمنية للقضاء على هكذا ظواهر طبعا مدينة منبج مثل ما قلنا أنها دائما تتعرض للتهديدات نتيجة تماسك الأهالي فيما بينهم وأيضا نتيجة تماسك الأهالي في الإدارة المدنية بالتأكيد بعض الجهات لا يرغل لها الحالة الموجودة في مدينة منبج الحالة الآمنة الحالة المستقرة لذلك يريد بعض الأطراف خلق الفتنة وزرع الفساد بهذه المنطقة والفوضى لذلك دائما تكون هناك في كل فترة أعمال تخريبية وأعمال إجرامية حقيقة نحن نصف العمل الذي كان في الأمس هو بعمل إرهابي قام باستهداف المدنيين طبعا الغاية والهدف منها نحن نعلم أنها هي زعزعة أمن واستقرار المنطقة بشكل عام